خطوات عديدة اتخذت ايران في العراق ضمنت من خلالها التغلغل في عمق الاقتصاد العراقي شركات رابحة تدر المليارات ومكاتب تمثيلية للنفط وجامعات اهلية تتبع طهران فكيف تم ذلك؟ وجدت ايران نفسها امام فرصة حقيقية بعد تكليف محمد شيع السوداني الرجل قريب من فصائل طهران في العراق ولن يمانع في اي تعاون او تقدم باتجاه الجارة فكان اول قرار هو تأسيس شركة عامة برأس مال يصل الى 100 مليار دينار عراقي ترتبط بهيئة الحج الشعبي وتحمل اسم نائب رئيس هيئة الحج أبو مهدي المهندس الذي اختيل مع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بالضربة امريكية بمطار بغداد الدولي مطلع عام 2020 تقول المصدر لواني نيوز ان الشركة ستكون ذراعا اقتصاديا واستثماريا قويا سيمكن الحرس الثوري من المضي بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في العراق ومحيطه وعلى رأس ذلك خطوط سكاك الحديد الذي تحلم ايران بان تصل من خلالها الى مياه البحر المتوسط عند السواحل السورية وذلك عن طريق العراق طبعا الخطوة الثانية كانت ايضا بتسهيلات من الحكومة العراقية مكنت طهران من زرع نفوذها بالعراق تقول المصدر نفسها ان الحكومة العراقية قرت في الاجتماع نفسه الذي عقد في شهر تشرين الاول الماضي الموافقة على فتح فروع لجامعة طهران للعلوم الطبية في المحافظات العراقية مبتدئة من محافظة كربلا على الرغم من الاعتراضات على ذلك وذلك بعد اسابيع من قرار وزير التعليم العالي العراقي الجديد نعيم العبودي استعداث ثلاث كليات طب اهلية بينها فروع للجامعة الايرانية وتأتي هذه التطورات بينما كشف مسؤولون ايرانيون عن فتح مكاتب لوزارة النفط الايرانية في بغداد ستتبعه مكاتب في محافظات اخرى بينها المصر واقليم كردستان الرغم من الحظر الدولي على النفط الايراني